إلى التعاون الجزائري الصيني وعشية مشاركته في أشغال الطبعة الأولى للمعرض الثقافي العالمي الطريق الحرير التي ستعقد غدا في مدينة دونجوانج بمقاطعة جانسو الصينية استقبل وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبدالوهاب نوري استقبل من قبل المدير العام للسلطة الوطنية للسياحة لجمهورية الصين الشعبية لي جين اللقاء جرى بحضور سفير الجزائر لدى الصين حسن بخالف اجتمعت اليوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بمقر الوزارة مع كل الأطراف والجهات المعنية بتأليف وطبع الكتاب المدرسي حيث شددت الوزيرة على ضرورة تقليد